اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي هو الساعة 11 و 8 دقائق بتوقيت جرينتش عند منتصف الليل بيكون القمر انتقل من الجوزاء لبرج السرطان طبعا في حال انه وجوده في السرطان رح يكون في اول منزلة اللي هي منزلة النثرة وهاي المنزلة جيدة للمحبة والزواج والسلح وقضاء الحوائج اما بالنسبة لتواجد القمر لما بيكون موجود في السرطان بالفترة هاي منشعر بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنا ممكن يضرف الدموع وهو بيقلب صور تذكارية من البوم يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا بحيث انه نشعر بهاي الفترة بحافز لالتهام الطعام الكثير علينا تجنب بانتقاد الغير نظرا لانه حساسيتنا بتكون في اوجها بوسعنا شراء عقار زراعة نبتة او شجيرة اللي انتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية فلكية رح تكون هي زاوية من الزوايا البطيئة رح تكون تزديس ايجابية بين المريخ واورانوس يعني هاي تستمر تقريبا الها اسبوع ورح تستمر كمان اسبوع قادم رح تكون هاي في تمام الساعة 6 و 48 دقيقة بتوقيت غرينتش صباحا منكتسب الشجاعة لاتخاذ قرارات او قرار حاسم في حياتنا اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تزديس برضو ايجابية رح تكون بين القمر واورانوس رح تكون في تمام الساعة 23 دقيقة بعد العصر يعني هاي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض اما بالنسبة للزاوية الاخيرة اللي رح تتشكل هي زاوية تثديس برضو ايجابية بين القمر والمريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 23 و 57 دقيقة بعد العصر بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما بالنسبة لخلو المسار القادم بما انه القمر رح يكون موجود في السرطان معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 27 خمسة رح يكون في تمام الساعة وحدة وست دقائق فجرا ورح يستمر لغاية الساعة 6 و 33 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الاسد اما بالنسبة للقمر طبعا القمر الهلال عمره ثلاث ايام في تمام الساعة 3 و 46 دقيقة صباحا بصير عمره اربع ايام نسبة الاضاءة 10% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى 20 ستة المزاج سعيد القمر في الجوزاء رح ينتقل حكينا للسرطان لغاية يوم 27 خمسة المزاج سعيد عطارد في الجوزاء حتى يوم 28 خمسة مزاج سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 25 ستة مزاج منتحس المريخ في الحوت حتى يوم 28 ستة مزاج سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاج منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1-7 وبعدين بيرجع لبرج الجدي مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى يوم 15-8 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى يوم 23-6 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا الحمل بما انه رح يكون القمر معنا لمنتصف الليل من الان لمنتصف الليل رح يكون في البيت الثالث في الجوزاء فتأثيره مثل الجميع اللي مضوا على الحركة والنشاط والاتصالات والامور هاي اما بعد الساعة 11 بتوقيت جرينيتش منتصف الليل بتصير الامور تركيزها على الامور البيتية طبعا هذا شوي يعني بتكون زاوية تربيع الامور مش دا كلها ايجابية بتكون في هذا الوضع طب دائما فعشان هيك بتنهمكوا في امور الها صلة بالبيت والعائلة ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على افراد العائلة بوسعكم ادخال تعديل مطلوب على مساكنكم حاذر من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف احدهم اتجاهك نظم جدول اعمالك ونشاطاتك لعباء كثيرة خلال هذا اليوم وممكن انه ما تجد وقت للراحة كثير خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الاول فطبعا نفسيتك اليوم عشان هيك منقول في مواقف معاكسة فعشان هيك نفسيتك بتكون متقلبة خلال هذا اليوم وعندك يعني قدرة على الانتقاد او الخلاف او في مواقف معاكسة او ممكن تستاء من تصرف احد بتعامل معاك او من اللي حواليك اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور ايجابية بتدعمك خلال هذا اليوم على المستوى المالي ولكن بتكثر المصاريف من جهة اخرى اما بالنسبة للبيت الثالث فهو ما يعني لغاية منتصف الليل الامور جيدة بتدعمك بقوة زي ما حكينا انه القمر بكون لسه موجود في الجوزاء ولكن ما بعد منتصف الليل الصباح والنهار يعني الامور بصير فيها نوع من انواع الحدية والعصبية فعشان ايك بدك تمسك حالك قدر الامكان ممكن تنفعل ممكن تعصب صحيح انه في عندك اتصالات كثيرة عندك احتمالية تنقلات او لقاءات خلال هذا اليوم ولكن الحدية غالبة وظاهرة عليك اما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو الامور شوي فيها نوع من انواع الحساسية او التحسس او ردات الفعل السريعة فعشان هيك بدك تمسك حالك قدر الامكان اليوم من اي انفعلات اما بالنسبة للبيت السادس فممكن الاشخاص اللي في دول اوروبا اللي عندهم دوام او اللي على رأس عملهم اليوم ممكن يواجهوا بعض الصعوبة في انجاز بعض الاعمال اللي لهم وفي منكم رح يعاني من بعض الامور الصحية ممكن هي تقلبات صحية بتصير معاكم الها علاقة بالامعاء والها علاقة بالصداع والم الراس واللي عندهم امراض مزمنة بدهم ينتبهوا على حالهم بشكل واضح اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف على مستوى بيت الشراكي الامور روتينية ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فبتتعاملوا مع شركائكم بشكل طبيعي بدون اي شيء لا ايجابي ولا سلبي اما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى برضو الاموال المشتركة الاجواء روتينية فبتتعاملوا فيها على طبيعتكم ولكن بغلب عليكم المصريف او الرغبة في صرف النقود اما بالنسبة للبيت التاسع فالامور يعني فيها بعض الاتصالات اليوم الاتصالات الخارجية او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض القضايا اللي الها علاقة باشخاص مثلا رافعين عليهم قضية او امور قانونية اشياء من هذا القبيل في منكو اشخاص اللي في دول اوروبية ممكن يهتموا بمعاملات زي سفر او اقامة او اوراق قانونية او معاملات او امتحانات اما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة قوي جدا بيدعمك فعشانيك اليوم ممكن تدافع عن نفسك بشكل قوي جدا ممكن يصير فيه نوع من انواع التعامل مع احد الاشخاص اللي انت بتثق فيهم وممكن يكون تعامل مع احد زملاء العمل او رؤساء العمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فالامور تقريبا برضو جيدة بتدعمك بشكل قوي ممكن يكون فيه لقاءات او اهتمامات ببعض الاصدقاء ممكن اتصالات او ممكن مساعدة في امر معين اما بالنسبة لبيت المتاعب فالامور برضو يعني شوي فيها نوع من انواع الضغط بنرجع بنركز على موضوع الصحة كمان مرة من تقلبات سريعة فعشان هيك منقول انه حاول انك ما تجهد حالك كثير كلال هذا اليوم يعني الامور القمر لسه ما استقرت بشكل جيد حاول انك تراقب غذائك بشكل جيد وبرضو ادويتك واذا كنت من الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنة اذا شعرت باي شيء ما ملفت للنظر حاول انك تستشير طبيبك برج الثور طبعا لغاية منتصف الليل القمر في البيت الثاني بتركز على الامور المالية والظل الامور المالية هي لمشغل فكرك بعض المصاريف بتطرأ عليك ممكن يكون في بعض الدفعات او الالتزامات خلال هذا اليوم فحاول انك انت من الان لغاية منتصف الليل ترتب امورك المالية بشكل جيد خفف من الدفعات قدر الامكان اما بالنسبة لساعات ما بعد منتصف الليل لغاية مساء الغد بتنشطه في امور الى علاقة بالتنقلات والاتصالات كونوا اكثر صبر على الطرقات يوم مناسب لاجتياز امتحان دافع عن مبادئك ولكن بليوني ودبلوماسية انتبه لكلامك واحفظ خط العودة ممكن تتم بعض اللقاءات الاجتماعية ممكن يكون فيه نوع من انواع العمل المفيد خلال هذا اليوم بتتخذ خلالها بعض القرارات المهمة طبعا اللي رح يستفيدوا من امور العمل والاشياء هاي الاشخاص اللي على رأس عملهم والاشخاص اللي في دول اوروبا هم ممكن اللي بيستفيدوا من هاي الامور لانه بكون يوم دوام بالنسبة لهم اما بالنسبة للاشخاص اللي في البيوت فبتكثر عندهم الاتصالات والزيارات والامور الاجتماعية اما بالنسبة للبيت الرابع فشايف الامور تقريبا يعني بتكون مشحون بطاقة شوي بتكون متقلب خلال اليوم على المستوى البيتي ممكن شوي هاي مع البيت الاول عشان هيك ندمج ما بين البيتين عشان ما نتجاوزش نفسيتك بتكون مرتاحة ولكن بيظهر عليك نوع من انواع الحساسية لزيادة فعشان هيك ممكن تنفعل من اي تصرف بصير في البيت او من احد افراد العائلة او صير مشاحني مثلا او خلاف وجهات النظر او تحتد من مسألة معينة او ذكريات مثلا اما بالنسبة للبيت الخامس فالامور على المستوى العاطفي تقريبا روتيني لغاية ساعات المساء في ساعات المساء ممكن تحتد او تعصب على الحبيب بسبب سوء تفاهم او سوء تقدير او اشياء الى علاقة بالخلافات اما بالنسبة للبيت السادس برضو من نبهم لموضوع الصحة حاول انك انت تهتم بصحتك بشكل جيد ممكن اليوم تشعر ببعض الامور اللي الها علاقة بالتلبكات المعاوية او الام القولون او الجهاز العصبي حاول انك تراقب حالك بشكل جيد صحيا وبرضو في نفس اللحظة ممكن تنضغط بكثير من الاعمال خلال هذا اليوم لدرجة انه ما تجد وقت للراحة اما بالنسبة للبيت السابع تقريبا الوضع روتيني صحيح انه في نوع من انواع الحدية ما بينك وبين الشريك ولكن انه الامور تقريبا بتقدر انك تتجاوزها وتشحن حالك بطاقة ايجابية وتمشي اليوم يعني على حسب طبيعتك اما بالنسبة للبيت الثامن فالامور برضو على امور الامور المالية شايف في نوع من انواع الضغط فمعناته اما التزامات زيادة او مصاريف زيادة فعشان هيك يحاول انك تهتم بالامور المالية بشكل عقلاني اما بالنسبة للبيت التاسع فالامور على مستوى الاتصالات البعيدة فممكن اليوم يجيك اتصال يزعجك من بعيد او يصير تصرف مع او حدث مع اشخاص خارج البلاد شوي يسبب لك نوع من انواع القلق او ممكن انت بتنتظر في جواب او في رسالة معينة فتتأخر ما تيجيك في نفس اليوم احوالي بنكية او اشياء الها علاقة باوراق او معاملات اما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة فممكن اليوم تشحن حالك بطاقة ايجابية دافع عن سمعتك برضو تفرض وجودك بشكل قوي جدا وممكن يصير فيه نوع من انواع التعامل ما بينك وبين بعض الزملاء في العمل او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف على وضع بيت الاصدقاء شوي فيه نوع من انواع الحدية فهذا الاشي بسبب لك نوع من انواع الخلاف رغم انه مش مع جميع الاصدقاء هو ممكن صديق واحد ولكن التعامل مع باقي الاصدقاء بيكون جيد وممكن اليوم يكون فيه دعوي او حضور حفلة او مناسبة او لمة او اجتماع عائلي اما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب برضو يعني شوي فيه نوع من انواع الضغط صحيح هو روتيني ولكن شايف انا بما انه هو تربيع عامل مع زاوية وجود القمر فعشان هيك بشكل بعض المتاعب او ردات الفعل السلبية حاول انك تنجز الاعمال الضرورية والمهمة حاول انك تراقب وضعك الصحي راحتك بشكل اهم وحاول انك انت برضو ما ترهقش حالك كثير برج الجوزاء طبعا القمر بما انه موجود عندك لغاية منتصف الليل فبركزها البيت الاول اللي هو بيت النفسية فيعني بتكون نفسيتك احسن مشحون بطاقة ايجابية عندك روح من انواع المرح عالية جدا ملفت لانظار الجنس الاخر بتكون بشكل فاعل وبرضو في نفس اللحظة بتلاقي انه فيه عندك يعني ردات فعل ايجابية خلال هذا اليوم بعدها القمر رح ينتقل بعد منتصف الليل للبيت الثاني اللي هو بيت المال فثم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي طبعا هاي بتناسب الاشخاص اللي في الجزء الاخر من الكرة الارضية في ساعات الليل هم اللي رح يستفيدوا او الاشخاص اللي على رأس عملهم ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له او بيحصل على هدية خففه من النفقات قدر الامكان الغير ضرورية نظم امورك المالية ما تسمح للأقصاط بالتراكم عليك ادفع المستحقات والأولويات ما تخلي احد انه يغشك او يدفعك لتوظيف اموالك في المكان الخطأ اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف الامور على مستوى التنقلات فيها شوية هيك علامة استفهام فعشان هيك نقول لك اثناء تحركاتك او تنقلاتك بدك تنتبه خوفا من الاصابات او بعض الاذية فعشان هيك برضو منكم ممكن يهتم في امور الى علاقة بالهواتف او بالسيارات او اعطال تتعلق في هذا المجال وفي منكم ممكن يصير فيه عنده نقاش حد شوي ولكن اجمالا بما انه البيت الاول جيد وبدعمك في البيت الثاني فالبيت الثالث اجمالا ممكن انه تستقر الامور وتكون الاجواء ايجابية اما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت الوضع روتيني بتتعامل بشكل روتيني جدا ما بينك وبين افراد العائلة صحيح انه فيه هزات بدن ممكن تيجي هيك كلمحات بسيطة ولكن هاي بتيجي بشكل متقطع عادي جدا انك انت تتجاوزها اذا يعني سيطرت على نفسك اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الامور شوي فيها نوع من انواع التقلب فعشان هيك اما انه فيه ذكرى معينة يعني عاطفية ممكن تستفزك خلال هذا اليوم او انه يعني هيك تهيج مشاعرك بمعنى اخر بشكل سلبي او انك انت تحن لشخص معين تحاول انك تتواصل معاه وتكون فيه ردات فعل سلبية فبنصحك انه ما تغامر خلال هذا اليوم في اي محاولة للتواصل مع الحبيب عشان ردات الفعل السلبية اما بالنسبة للبيت السادس فالامور جيدة وبتدعمك شيئا ما على مستوى انجاز بعض الاعمال الضرورية والمهمة ولكن في المقابل برضو منحذر من امور الها علاقة بتراكم بعض الاعمال وامور الها علاقة بالوضع الصحي اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي تقريبا بتتعاملوا على طبيعتكم ولكن ممكن في ساعة العصر يصير في خلاف ما بينك وبين الشريك شريك المال او العاطفة وهذا يعني ممكن يسبب لك خلاف ما بين المتزوجين اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الامور انه في مصاريف مصاريف يعني انت بتصرف ببذق خلال هذا اليوم حاول انه ما تتهرب من واقعك بس لاجل انه انت تصرف فلوس راقب امورك المالية بشكل جيد اما بالنسبة للبيت التاسع على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد ممتاز جدا على مستوى مراسلاتك برضو ممتاز جدا الاشخاص اللي في الجزء الاخر من الكرة الارضية وعندهم امتحانات برضو اليوم هذا ممتاز بالنسبة لهم بيقدمهم امتحانات بشكل جيد اللي عندهم اوراق قانونية او معاملات كلها هاي بتمشي بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر فما شوي برضو منقول لك دير بالك على سمعتك ما تحاول انك انت تراهن وتغامر كثير بمخالفة القوانين والجراءة والاندفاع والتهور يعني حاول انك انت تحمي حالك قدر الامكان خلال اليوم هاد او انه تصرف بشكل عقلاني ما في داعي للعصبية ولا للانفعل اما بالنسبة لبيتك 11 على مستوى بيت الاصدقاء يعني ممكن يكون لك بعض التعاملات مع بعض الاصدقاء خلال هذا اليوم وفي منك اليوم ممكن شوي يستاء من تصرف احد المعارف او احد الاصدقاء اما بالنسبة لبيت المتاعف هو جيد بيدعمك في انجاز كثير من الاعمال الموكلة للا اليك وفي منك رح يهتم ببعض الامور الصحية او المديح بسبب لباسه وهندامه اشياء من هذا القبيل وبرضو ممكن انه شوي تراقب برنامج غدائي او تاخد بعض الاشياء زي المكملات الغدائية برج السرطان طبعا القمر بما انه موجود في بيت المتاعب ما زالت الامور شوي متوعكة او مضطربة في هاي الساعات لغاية ساعات منتصف الليل كل ما اقتربنا لساعات منتصف الليل كل ما انت انشحنت بطاقة اكبر بصير عندك نشاط وحيوية بما انه القمر رح ينتقل لعندك بتصيروا قادرين على انجاز الكثير من مشاغلكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بتزداد عزيمتكم وبترتفع المعنويات والحظوظ وممكن يكون فيه نجاح في تحرك او في يعني هو نجاح في اي تحرك او في اي مسعة ولكن انه برضو منحذر انه في باقي البيوت ممكن تعمل بعض السلبيات ولكن هي فترة ايجابية ممكن تلبس من خلالها انفراج وتقدم وبرضو الزوايا اللي بتتشكل بالقمر وهو موجود عندك برضو ايجابية فهذا بدعمك في كثير من البيوت القادمة بما انه ذكرنا هاي توقعات معناته بيت المتاعب والبيت الاول تقريبا احنا ذكرناهم بالنسبة لبيتك الثاني ممكن بعض الامور المالية تحدث اليوم فيها نوع من انواع التطور او تحصل على بعض المكاسب المالية ولكن بالمقابل بك تدير بالك من بعض المصاريف اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ اما بالنسبة للبيت الثالث فالامور جيدة على مستوى الاتصالات والتنقلات والمواصلات والحركة وحتى عن نشاط الفكري عندك اليوم انت مشحون بطاقة ايجابية ممكن تتواصل مع اي شخص وتقنعه بوجهة نظرك بيكون هيك في نوع من انواع الراحة في تعاملك اما بالنسبة للبيت الرابع فالضغوطات قلت عن الايام الماضية فعلى مستوى البيت وعلى مستوى العائلة ممكن الاجواء تصير ايجابية ولكن ما بتخلى من بعض الاستفزازات او ردات الفعلة السلبية او يعني ممكن تستاء من تصرف احد افراد العائلة بدك تشحن حالك بطاقة ايجابية وتتجاوز اهتم بكل امورك بشكل روتيني اما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني تماما على المستوى العاطفي يعني رغم انه ممكن تحدث بعض الايجابيات خلال هذا اليوم ولكن انه مقول روتيني لانه انا مش شايف تأثيرات كواكب كثيرة موجودة اللي تأثر او تشحن البيت الخامس بطريقة سلبية او ايجابية زيادة اما بالنسبة للبيت السادس فالامور تقريبا بيكون عندك بعض الضغط على الاعمال او عندك التزامات كثيرة او اعمال كثيرة لخلال اليوم هاد ممكن هي اللي تربكك شوي ولكن اهم اشي بدك تراقب الامور الصحية عندك هاي اهم نقطة حافظ على جهازك العصبي العضلات عندك توتر شد العصبي وبرضو الجهاز التنفسي بدك تكون منتبه بشكل جيد اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي الامور جيدة جدا ما بينك وبين الشريك بالتعامل رائع جدا وهذا بيعمل نوع من انواع التقارب في علاقتك ما بينك وبين الشريك او بين الازواج وممكن مصالحة او تبادر في اي خطوة للتلاقي او للتقارب اما بالنسبة للبيت الثامن برضو على امور الاموال المشتركة جيد وهذا بيدعمك بالمال وممكن يحسن بعض الفرص المالية او ممكن تلاقي يعني تجيك نجدة معينة او ترتاح من ضغط ماله معين اما بالنسبة للبيت التاسع فتقريبا الامور يعني احسن من الايام الماضي خصوصا بعد منتصف الليل بتتحسن الامور على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بالمراسلات او اي امور لها علاقة بالابعيد يعني هاي ممتازة جدا بتدعمك خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت العاشر مستوى بيت السمعة برضو الامور جيدة وبتدعمك بشكل قوي ممكن تنجز بعض الاعمال او صير فيه لقاء معين ما بينك وبين زميل رئيسك بالعمل بعض الاشخاص اللي انتي بتعرفهم من مكان العمل ممكن اليوم تتعزز اللقاءات او الاتصالات ما بينكم اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فالاجواء احسن ودعميتك بشكل اقوى فممكن اليوم يكون فيه لقاء ما بينك وبين صديق او معرفة او ممكن تواصل او طلب انت تطلب منه مساعدتك في امر او هو يطلب منك مساعدة في امر او دعوة او حفلة او مناسبة او اجتماع فالامور كلها ايجابية اما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات هو البيت الاول برج الاسد طبعا الامور بتظلها تقريبا متقلب لغاية منتصف الليل ولكن راح تلاحظ ان الامور بتزداد صعوبة عليك كثير من موليد برج الاسد الا اذا كان طالعكم يعني غير الاسد يعني ممكن شوي يخفف عليكم شوي ولكن موليد برج الاسد اليوم بسيطر التعب عليهم وهذا بضغطكم على مستوى بيت المتاعب ومستوى البيت الاول انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وحاولوا انكم تاخذوا قسط من الراحة بتكون الفترة يعني فيها نوع من انواع الفراغ ممكن تخفي وراها عدو او مؤامرة عليك بدك تدير بالك عليك تجنب المشاكل راعي اعمالك وسيرها بدك تاخذ بعين الاعتبار التأخير في الموعيد والنشاطات وبعض الامور اللي ممكن يتعاكس تصوراتك او افكارك طبعا هذه معروفة لان القمر موجود بالسرطان رح ينتقل طبعا وهذا بيت متاعبك فرح يأزم الممور زي ما احنا ذكرناها اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الامور على المستوى المالي تضغطك بشكل كبير على مستوى المصاريف والدفعات في منك رح يحصل بعض الاموال ولكن بتكثر عنده مقابل الالتزامات المالية اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف الامور برضو بما انه ضغط على بيت المتاعب وراح يكون البيت الثالث وتربيع معها فهذا الاشي بسبب نوع من انواع الحدية او العصبية بردات الفعل بتكون عندك سلبية شوي يعني بكون في طابع العصبية موجود برضو ما في عندك انتباه اثناء الحركة فممكن عادي تضرب رجلك في الطاولة وتوقع عن درج تجرح حالك وانت بتشتغل في المطبخ يعني كل هاي الامور بدك تنتبهلها بشكل جيد جدا حتى اثناء التنقلات وحتى اثناء النقاشات انه يعني شوي بدك تكون مركز اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الامور تقريبا يعني لغاية ساعات الظهر او ما قبل الظهر بكون فيه نوع من انواع الحدية او الضغط عليك على المستوى العائلي ممكن بعض الالتباسات او بعض سوء التصرف من احد افراد العائلة ممكن يستفزك او يوترك او بعض الاعطال او المتطلبات العائلية او خلاف ما بينك وبين واحد افراد العائلة ولكن من بعد ساعات الصباح بتصير الاجواء ايجابية ممكن يصير فيه تلاقي او مصالحة او مقاربة ما بينك وبين افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني تماما ما فيه اي شي لا ايجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على حسب طبيعتك وطبيعة الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فبدك تدير بالك على وضعك الصحي ممكن شوي اضطرابات صحية تصير عندك خلال هذا اليوم او تشعر بمعض التوعق او عدم الراحة فعشان هيك يبدأك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وبرضو حاول انك تنجز الاعمال اللي مطلوبة منك ما تحاول انك تأجلها او تخليها تتراقم عليك اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفية فهذا شوي يعني بيعمل نوع من انواع الخلط بالمواضيع ما بينك وبين الشريك ما تتأزم وما تتحسس وما تعصب وما تحتد حاول انه هاي الامور تأخذها بعين الاعتبار على اساس انه ما يصير فيه اي خلاف ما بينك وبين شركاك بالمال او العاطفي يعني ما بينك وبين الازواج اما بالنسبة للبيت الثامن يعني على مستوى الامور المالية ممكن شوي تنضغط ماليا خلال هذا اليوم ولكن ممكن شوي هيك يعني يكون فيه نفحة او خبر معين لا الاصلاح او لتأجيل ضغط مالي او لا امور محاسبية او حد يساعدك في انك انت يعني تغطي مصاريفك في خلال هذه الفترة اما بالنسبة للبيت التاسع تقريبا الامور يعني فيها نوع من انواع روتين على مستوى اتصالاتك البعيدة وتواصلك مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض المسائل البعيدة ولكن ممكن يجيك خبر شوي يترك او يزعجك من بعيد يعني من خارج البلاد اللي انت عايش فيها او يصير حدث شوي يسبب لك ردة فعل يعني فيها نوع من انواع العصبية او نوع من انواع الخوف اما بالنسبة للبيت العاشر فالامور جيدة بتدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم فممكن يصير بعض التواصلات او العلاقات العامة تشتغل عندك لقاءات او اتصالات كثيرة بتكون موجودة في منكو اللي على رأس عملهم بينجز وبعض الاعمال اليوم بشكل جيد جدا ممكن بالتعاون ما بينهم وبين زملائهم بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فالامور تقريبا جيدة على مستوى بيت الاصدقاء بعلاقاتك بمعارفك بتفقدهم اليك باتصالاتك ممكن تلجأ على صديق معين في مسألة معينة فما يفشلك ويساعدك في هذا الامر او ينصحك شو تعمل اما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات مرج العذراء طبعا الامور بتظلها تقريبا تتراوح ما بين بيتك العاشر وبيتك 11 فعشان هيكي بتكون النشاط اجتماعي او مع الاصدقاء او بالمعاملات الادارية او العمل او اشياء هاي هي تقريبا اللي بتركز عليك من الان لغاية بكرة بنفس الوقت يعني بتكون الامور ما بين علاقاتك ومعارفك واصدقائك ولكن بعد منتصف الليل بتتركز اكثر على النشاط الاجتماعي ولقاء الاصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة اهم شي انكو تتجنبوا الانتقاد انتقاد احدهم بتحتاج لحشد التأييد باستطاعتك كسب تعاطف الاخرين والتمييز في العلاقات تاعتك يعني الفترة هاي بتحملك نوع من انواع النجاح والانتشار خلال الفترة هاي يعني عندك نشاطات وحركة كبيرة خلال هاي الفترة كلها بمعارف وعلاقات واصدقاء وعائلة وامور هاي اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور تقريبا على المستوى النفسي احسن من الفترة الماضية يعني تقريبا بالسرطان يعني بيت حليف لا اليك فعشان يكالامور بتتحسن نفسيا بصير فيه نوع من انواع الدعم النفسي عندك وبرضو نشاط عالي جدا بيكون على المستوى النفسي اما بالنسبة للبيت الثاني تقريبا الامور على المستوى المالي هي مصاريف ودفعات والتزامات ما فيه يعني بوادر لفلوس جاية الا اللي الهم رواتب او اللي من عمل اضافي اما بالنسبة للبيت الثالث فالامور جيدة على مستوى الاتصالات ولكن بغلب عليك في بعض الاوقات نوع من انواع الحدية وخصوصا في ساعات الصباح يعني ممكن تعصب او تحتد او ممكن تتعرض لشيء اثناء القيادي اما عطل مركبتك او حادث لا سمح الله يعني انتبه اثناء اتصالاتك وتعاملك مع الغير على اساس انه يعني تبعد عن العصبية قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف على مستوى البيت شوي في نوع من انواع الضغط ممكن تتأزم او تعصب بسبب تصرف احد افراد العائلة او تدخله في شؤونك او ممكن حدث معين عائلي يستفزك خلال هذا اليوم او ممكن يصير بعض التقلبات يعني شوي بدك تشحن حالك بطاقة ايجابية تحاول انك تتجاوز هاي الاعطال او الامور او المشاكل هاي بطريقة سلسة على اساس انه ما تحتد الامور وما تكبر من ساعات ما بعد الظهر بتصير الامور تقريبا ايجابية يعني بتدعمك بطاقة ايجابية بتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي يعني منحكي لك يعني دير بالك يعني الاجواء مش كثير داعمة للك يعني بدك تدير بالك من اي انتقاد او اي سلبية او اي ردة فعل عصبية ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم لانه ممكن يصير فيه خلاف او يعني يصير فيه نوع من انواع سوء التفاهم يكبر الخلاف ما بينكم اما بالنسبة للبيت السادس فبعض الاعمال ممكن تتراكم عندك خلال هذا اليوم او تهتم في امور لانجاز بعض الاعمال الضرورية خصوصا الاشخاص اللي على رأس عملهم اما بالنسبة للاشخاص اللي في البيوت فممكن الاعمال البيتية او الاهتمامات المسئوليات العائلية هي اللي ممكن تربكك خلال هذا اليوم ولكن اهم شي بدك تنتبه لوضعك الصحي بشكل جيد اما بالنسبة للبيت السابع تقريبا روتيني ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فبتتعامل مع الشريك عمال او عاطفي او الازواج ما بينكم على طبيعتكم يعني لا زيادة ولا نقطة انت نكد بتنكد على ايلهم انت ممتاز ومرح وبتمتصل الغضب وبتسيطر على انفعلاتك معناته هم بجني اليوم اما بالنسبة للبيت الثامن فالامور على مستوى الاموال المشتركة تقريبا بنقدر نحكي انه في بعض التقلبات المالية او الاهتمامات المالية خلال هذا اليوم اما بمزانية او دفعات او التزامات او فواتير او امور العلاقة بالصراف بالبنك بشغلات من هذا القبيل بس اهم شيء منحذر انه يعني المصاريف اللي زيادة يدير بالك منها في بعض الحدية او الضغط ممكن يصير في ساعات ما بين الظهر والعصر وخصوصا على مستوى البيت التاسع في الاتصالات مع اشخاص من خارج البلاد ممكن يجي خبر او يصير حدث معين مع اشخاص خارج البلاد او امور يعني بتستنى باتصال او بخبر او بمراسلة او اوراق تتأخر ما توصلك خلال هذا اليوم وفي منكو ممكن على الطرقات المفتوحة الهايوي او الامور اللي الها علاقة بالتنقلات البعيدة ما بين المدن يعني بده يكون حذر وبده ينتبه بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف الامور تقريبا جيدة مثل ما ذكرناها العاشر والاحداش يعني ذكرناهم في بداية التوقعات اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بدعمك فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكو رح يهتم بامور الها علاقة بالصحة او بالغذاء او باشياء من هذا القبيل الاهم شي تدير بالك من الصدر منطقة الصدر يعني ذيق النفس والتحسس والسعال والاشياء هاي المعدة والقلون وبرضو الام اسفل الظهر والاكتاف مرج الميزان طبعا القمر الان دي تحرك من البيت التاسع الى البيت العاشر فعشان هيك يعني بتظل امور الاتصالات وعملية التواصل مع اشخاص خارج البلاد او الحركة البعيدة او التواصل البعيد هذا كله بظل ماشي معكم بشكل ايجابي لغاية ساعات منتصف الليل بعدين الامور الشوي يعني بصير فيها نوع من انواع التقلب بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم اثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم يوم مناسب للاشخاص اللي في الجزء الاخر من الكرة الارضية يعني الدول الاوروبية او المناطق اللي على رأس عملها ما عندهم عطل زينا ممكن يعني تكون ايام مناسبة للبحث عن عمل او اشياء من هذا القبيل اهم اشي انه في خلال هذا اليوم يعني الكل يحاول يلتزم ما يشوه سمعته الظروف شوي بتكون ضاغطة ما في داعي للمجازفات او لمخالفات القوانين ممكن تحملك هاي الفترة فرصة لعمل مهم او موضوع مهم بدك تكون منتبه لكل شيء وما تترك الطيش او السهو انهم يسببوا لك باخطاء ممكن انها ما تغتفر ولكن هي فترة حافلة بتكون بالحركة وبالنشاط وبالعمل وبالاشياء هاي وبالعلاقات اللي لها علاقة بزملاء العمل وبرضو في المسؤولين اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور على المستوى النفسي تقريبا بتظلها الامور مشابهة للأيام اللي مضت مشحون لسه بطاقة ايجابية بيكون نفسيتك احسن صحيح انه في بعض الوساوس او الافكار اللي بتتقلب في راسك شوي شوي وممكن هي اللي بتأثر عليك او بتغير مزاجك اما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي تقريبا الامور يعني فيها نوع من انواع يعني الامور الروتينية يعني عمال روتينية يعني بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل اضافي او اشياء من هذا القبيل خصوصا للاشخاص اللي على رأس عملهم ولكن بالمقابل في مصريف في دفع فلوس خلال هذا اليوم او في التزامات زيادة اما بالنسبة للبيت الثالث بدك تكون حذر اثناء تنقلاتك واتصالاتك من العصبية وردات الفعل السلبية ممكن تحتد او تعصب بسبب ما او تكثر عندك التنقلات والاتصالات ولكن بدك تنتبه اثناء القيادة واثناء اتصالاتك بدون انفعال وعصبية وبدون طيش وممكن يصير اشياء لا تحمد عقباها اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الامور جيدة بتدعمك بشكل قوي بعلاقاتك المنزلية او العائلية بتعمل تقارب ما بينك وبين افراد العائلة او اهتمام العائلة فيك وممكن يصير خبر اليوم يسعدك او ينعشك او يعني شيء يكون هيك فيه نوع من انواع الفرحة بتتعلق فيه اطار البيت او العقارات او افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا مأزم الامور عندك فيها نوع من انواع الحدية والعصبية خلال هذا اليوم فممكن تتحسس من تصرف معين او تفتقد بعض الاشخاص اللي مثلا غادروا هاي الحياة او مش موجودين في البلد اللي انت فيها فشوي ممكن هيك نفسيتك تصير متقلبة او تذرف الدموع او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت السادس فالامور على مستوى بيت العمل يعني الاشخاص اللي على رأس عملهم ممكن يتراكم عليهم العمل خلال هذا اليوم او يتأزم عليهم بعض الامور اللي لها علاقة بالعمل وفيه منكو رح ينتبه لوضعه الصحي او يصير فيه امر معين صحي يخليه ينشغل شوي او يكون بحاجة للرعاية اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة تقريبا الامور الروتينية يعني بتتعامل انت والشريك شريك المال او شريك العاطفي بطبيعتك بدون لا ايجابيات ولا سلبيات اما بالنسبة للبيت الثامن برضو نفس الشيء على مستوى الامور المالية المشتركة برضو نفس الشيء بتتعامل فيها بطريقة يعني بطبيعتك انت كيف بتحسب الامور المالية او بتتصرف في الامور المالية فاليوم انت على هاي الطبيعة رح تتعامل اما بالنسبة للبيت التاسع والبيت العاشر فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيت الاصدقاء شوي الامور ايجابية ممكن تدعم علاقتك في بعض الاصدقاء او المعارف او تخلي في لمة او اجتماع او مناسبة معينة يكون في من خلالها فرحة او يعني لقاء يكون جميل اما بالنسبة لبيتك اتناعش بيت المتاعب فبدك تدير بالك ما تجهد حالك كثير حاول انك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد حاول تراقب غذائك برضو حاول تأخذ قسط كافي من الراحة بدون ما ترهق حالك كثير برج العقرب طبعا الامور بتضل انه القمر موجود في البيت الثامن بيت الاموال المشتركة اللي شوي بخلي الامور المالية يعني شوي ترهقك اليوم او تفكر فيها او بالتزامات مصاريف فواتير دفعات اشياء من هذا القبيل لغاية منتصف الليل بعد منتصف الليل يعني بتنشطوا في امور الها علاقة بالتنقلات او الاتصالات البعيدة كونوا اكثر صبر اثناء القيادة السيارة في الشوارع المفتوحة طبعا هذا في وقت النهار يعني من منتصف الليل لطول اليوم وبتميل لا الاسترخاء والاستجمام ولكن يجب ان تحذر من الفوضى فترة مناسبة للتشاور والعقد المفاوضات والمشاركة في مختلف الانشطة يعني تقريبا بتصير الاجواء ايجابية كثير لانه القمر بصير في البيت التاسع لا اليك وهذا حليف لا اليك فعشان هيك الفترة القادمة كلها ايجابية لغاية ما انه طالما انه القمر موجود في السرطان اما بالنسبة للبيت الاول على المستوى النفسي تقريبا بتنشحن بطاقة ايجابية خلال هذا اليوم بتصير نفسيتك احسن ممكن طريقة التعامل او التعاون مع الاشخاص بتكون جيدة خلال هذا اليوم يعني وبرضو بتكون ملفت للانظار بالنسبة للجنس الاخر اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور على المستوى المالي ما زالت مربك شوي فممكن بعض المصاريف او الالتزامات او الدفعات او امور الها علاقة في بعض التحصيلات المالية ولكن هاي الى الاشخاص اللي على رأس عملهم ممكن يحصلوا على بعض الاموال من عمل اضافي اما بالنسبة للبيت الثالث فالامور جيدة يعني بتدعمك شيئا ما على مستوى الاتصالات والتنقلات يعني بكون عندك رغبة بالاتصالات الكثيرة والتواصل مع اشخاص يعني بكون بشكل كبير لخلال اليوم في منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالنقاشات او التواصل او التنقلات او امور الها علاقة بالسيارات او التليفونات اما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت يعني شوي ممكن يصير بعض الاشياء اللي توترك او تعصبك لها علاقة في البيت او باحد افراد العائلة او مسألة عائلية او اشي بتعلق في عطل مسألة صحية اشياء زي هيك ممكن هي اللي توترك خلال اليوم ولكن الامور ايجابية تقريبا اغلبها ايجابية خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي فانا شايف الامور على المستوى العاطفي روتينية ما فيه اي شي لا ايجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعاملوا على حسب طبيعتكم على المستوى العاطفي اما بالنسبة للبيت السادس على مستوى الاشخاص اللي على رأس عملهم ممكن ينضوتوا في بعض الاعمال او يتراكم عندهم بعض الاعمال خلال هذا اليوم وفيه منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالصحة اما بالنسبة للبيت السابع فالامور تقريبا فيها نوع من انواع هيك الخلافات البسيطة يعني زي ما بيقولوها ملح الحياة بينك وبين الزوج او الزوجي اللي ممكن اليوم هيك تظهر على الساحة او ملح حي بقى زيادة فشوي هيك تتعكر الاجواء ما بينكم حاولوا انه ما تستسلموا للامور وما تكبروا الامور وما تفق مو عشان ما تزيد المشاكل اما بالنسبة للبيت الثامن والبيت التاسع فكما ذكرناه في بداية التوقعات لكن بزيد على البيت التاسع عبارة انه ممكن تقلق بشأن احد الاشخاص خارج البلاد خلال هذا اليوم او يصلك خبر شوي وترك اما بالنسبة للبيت العاشر فالامور تقريبا جيدة على مستوى البيت العاشر وهي بتدعمك بعلاقاتك واتصالاتك وانجاز اعمالك وبرضو في التعامل في علاقاتك العامة او زملاء العمل او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فهو جيد جدا فممكن اليوم يكون فيه نوع من انواع الدعم او التقارب ما بينك وبين احد الاصدقاء اللي بيعمل نوع من انواع يعني الاشياء اللي فيها نوع من انواع التقارب ما بينكو او لقاءات او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة لبيتك اتناعش بيت المتاعب فهو خالي من اي تأثيرات سلبية او ايجابية فعشان هيك بتقدروا تنجزوا بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي الا علاقة بالرقابة الصحية او التغذية او بداية برنامج غذائي برج القوس بتنهمكو في ضبط شؤونكم المالية المشتركة رغم النفقات ثم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة او تعويض طبعا الامور الشراكة لانه القمر موجود مقابلك مباشرة في الجوزاء ورح ينتقل برضو للبيت الثامن اللي اله علاقة بالاموال المشتركة فعشان هيك امور الشراكة هي اللي بيظلها غالبة عليك خلال فترة هذا اليوم والايام القادمة ممكن ترغب في خلال هذا اليوم في لفة الانظار وتبديد الاجواء السلبية اهمش انك تخرج مع الاصدقاء تمرح عامل لقاءات ما تظلك منطوع على نفسك فكر بالغد باستقرار وضعك المالي ما تستيعجل على توقيع قبل ما تقرأه بشكل جيد خصوصا اذا كان بتعلق في امور مالية او امور تجارية حاول انك تدرس الفكرة بشكل جيد قبل ما تتسرع اما بالنسبة للبيت الاول فتقريبا بما انه القمر رح يتحرك من مقابلك للبيت الثامن فالامور يعني بعد منتصف الليل ممكن شوي الاجواء تتحسن نفسيا فتلاقي حالك مشحون بطاقة ايجابية عندك حيوية عالية وممكن يعني تكون هيك تهتم بنفسك اكثر اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور جيدة وبتدعمك على المستوى المالي ممكن تجيب لك بعض الفرص المالية خلال هذا اليوم وخصوصا الاشخاص اللي على رأس عملهم ممكن انهم يحصلوا بعض الاموال اللي بتجيهم من عمل اضافي او هبة او دعم او مساعدة بتجيهم يعني شوي بتنعشهم اما بالنسبة للبيت الثالث بدك تحذر على مستوى النقاشات والاتصالات والتحركات وعلى اثناء تعاملك مع اخ او جار يعني شوي الاجواء فيها نوع من انواع الحدية او العصبية فهي شوي بتربكك وممكن تسبب لك نوع من انواع الانفعال او العصبية اما بالنسبة للبيت الرابع تقريبا على مستوى البيت الجو روتيني يعني بالعكس يعني ممكن يكون في بعض الاجابية تعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور يعني متقلبة على المستوى العاطفي لا هي ايجابية كثير ولا هي سلبية كثير ولكن ممكن تيجي بعض الاجواء الحزينة هيك بذكريات عاطفية اما بالنسبة للبيت السادس يعني الاشخاص اللي على رأس عملهم ممكن يعني شوي تتراكم عندهم بعض الاعمال خلال هذا اليوم او اللي الستات اللي بيشتغلوا في البيوت فيكون عليهم عمل كثير كثير منتطلب منهم او النشاط ويشوفوا حالهم انهم مش ملاحقين وبدهم ينتبهوا لوضعهم الصحي اما بالنسبة للبيت السابع والبيت الثامن فكما ذكرناهم في بداية التوقعات ولكن اهم شي انك تدير بالك من عملية الحدية بالطباع اللي بتكون ما بين الازواج في هاي الفترة اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف الامور شوي يعني جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة ولكن ممكن يجي خبر من بعيد شوي يعني يعكر مزاجك او تتأخر بعض الامور كمراسلات او مشتريات او بريد او اشياء او اوراق كنت تنتظرها اشوي يكون فيها بعض العطال اما بالنسبة للبيت العاشر فعلى مستوى بيت السمعة منقول لك حاول انك تحافظ على سمعة تقلال هذا اليوم ما فيه داعي للتهور ولا للاندفاع ولا للعصبية يعني انجز المطلوب منك بشكل قانوني وروتيني اما بالنسبة لبيتك 11 يعني الامور جيدة على مستوى بيت الاصدقاء فعشان هيك منشجعك بالخروج وملاقات الاصدقاء او تقابل معهم او تواصل معاهم وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي او مناسبة خلال هذا اليوم اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف الامور شوية يعني منقدر نحكي انها روتينية يعني ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة اما برقابة الصحة او يعني بعض الشعور هيك بعدم الارتياح خصوصا للجهاز الهضمي والامعاء والاشياء هاي بدكو تنتبهو برضو لهاي نقطة برج الجدي طبعا القمر كان في بيت الصحة وبيت العمل الان انتقل مقابلك مباشرة في بيت الشراكة فعشان هيك الوضع الصحي بيظل المساء يعني بدك تنتبه لصحتك للأعمال بتكون متراكمة عندك الأعمال كثيرة او بتكون مشغولة كثير بالعمل والترتيبات والشغل والهاي الامور والوضع الصحي بيكون لسه متقلب اما في ساعات ما بعد منتصف الليل القمر بصير مقابلك مباشرة في بيت الشراكة فعشان هيك بيشحنك في ايجابية ولكن إله سلبيات إنه بيقلل من طاقتك فعشان هيك الوضع السلبي بيكون الأمور الصحية وبعض الأعطال اللي ممكن اتنال من صحتك أو من بعض الأمور اللي بتكون أنت تشتغل عليها من ساعات منتصف الليل بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة خصوصا الأزواج اتجنب الانتقاد وتوجيه الملاحظات على أنواعها حاذر المواجهات الكلامية الأجواء فيها نوع من أنواع السلبية شوي ما تسمح لا اختلاق المشاكل خلال هذا اليوم حاذر من المخالفات والتعليمات مخالفة التعليمات والقوانين تعتبر هاي برضو من الفترات السيئة خلال هذا الشهر أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى النفسي فعشان هيك انت لماشحون بطاقة إيجابية نفسيا مرتاح فيه إشي تغير هيك فشحن نفسيتك بطاقة إيجابية رغم أنه في صعوبات ولكن أنه برضو نفسيا تقدر تتعامل مع الجو وتشحن حالك بطاقة إيجابية وتستغل الإيجابية الموجودة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني على الوضع المالي مصريف ودفعات والتزامات وقلق مالي هو أكثر يشبه وترك خلال هذا اليوم عشان هيك بدك تنتبه بس من المصريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث على مستوى التنقلات والاتصالات فيه نوع من أنواع العصبية أو الحدية عشان هيك بنقول لك ما توجه الانتقادات ولا الملاحظات على أنواعها وحاذر من المواجهة الكلامية لأنه شوي فيه حدية في الطباع وأثناء تنقلاتك يعني بدك تدير بالك من بعض الإصابات اللي ممكن تيجي من سوء انتباهك أو بأشياء الحلاقة بالسيارة ومن التهور أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور على مستوى البيت يعني فيها نوع من أنواع الضغط بتتأزم عليك بعض الأمور ممكن تصرف أحد أفراد العائلة أو أنه العاطفة شوي بتكون جياشة على أفراد العائلة أو سوء يعني تعامل أو أشياء الحلاقة ببعض الأعطال أو أشياء إلا علاقة بخلاف عائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور تقريبا متقلبة على المستوى العاطفي فألاقي نوع من الحدية موجود وواضح عليك خلال هذا اليوم حاول أنك ما تدخل بخلافات ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس والبيت السابع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة تقريبا في ضغط مالي أو عملي كثير بكون عليك أو أمور العلاقة بالفواتير والحسابات أما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع يعني بدعمك شوي في عملية الاتصالات البعيدة فممكن تستاء بس من تصرف أحد الأفراد خارج البلاد أو يصلك خبر يزعجك أو إهمال بعض الأشخاص من خارج البلاد أو تقصيرهم معك في هذا اليوم ممكن شوي يسبب لك نوع من أنواع ردات الفعل العصبية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور جيدة بتدعمك بقوة فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يصير فيه تعامل ما بينه وبين زميل بالعمل أو رئيسه بالعمل أما بالنسبة للبيت 11 فالأمور تقريبا يعني بينك وبين الأصدقاء جيدة يبتدعمك في بعض العلاقات ممكن تقارب لقاء اجتماع تواصل يعني كلها إيجابية ولكن ممكن تنزعج من تصرف بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقولك تتعبش حالك كثير وترهقش حالك كثير راقب وضعك الصحي بشكل جيد حاول أنك يعني ما تجهد حالك زيادة وبرضو بدك تنتبه لصحتك بشكل كبير برج الدلو طبعا القمر كان في البيت الخامس وما زال لحد الآن لغاية منتصف الليل بيت العاطفي كان دعمك بشكل قوي يعني شوي كان في بعض الإنجازات الجيدة نفسيتك كانت مرتاحة أكثر عاطفيا أنت كنت بالفترة الماضية شوي عندك بعض التحركات العاطفية في منك أكيد أشخاص استفادوا منها أو استثمروها القمر راح ينتقل للبيت السادس طبعا بيت مش جيد فعشان هيك الفترة القادمة يعني شوي بدها تراكم العمال عندكم حاول إنجاز ما بوسعك من عمل دون إهمال صحتك ما تدخلوا في مواجهات مع الزملاء زملاء العمل أو رواساء العمل بتكثر في الفترة هاي التنقلات وورشات العمل ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحدهم ممكن تكثر عليك المسؤوليات والالتزامات على أنواعها أهم شيء إنك بدك تكون حريص على صحتك لأنها هاي الفترة شوي بكون فيها نوع من أنواع الدقة أما بالنسبة للبيت الأول فعالمستوى النفسي تقريبا من منتصف الليل بتبلش تنضغط سلبيا بيصير تأثيرات سلبية عليك نفسيتك بتصير متقلبة شوي بتكون مشحون بنوع من أنواع العصبية والحدية أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي الأمور جيدة بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم إلا أنه في بعض كورة تزداد عليه بعض المصريف أو أنه الأشخاص اللي على رأس عملهم هم اللي رح يستفيدوا ماليا أكثر وخصوصا من العمل الإضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور تقريبا فيها نوع من أنواع الحدية في الطباع العصبية ردات الفعل القوية جدا اللي ممكن يعني تعمل مشاكل ممكن يصير فيه خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين أخ أو جار حاول أنك ما تكبر الفجوة ما بينك أثناء تنقلاتك واتصالاتك بتكونوا ضابطين أعصابك ما فيه داعي للتهور وما فيه داعي للمشاكل أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء أحسن يعني فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو فيه استقرار عائلة موجود رغم أنه فيه أجواء يعني فيها هيك شد أعصاب أو ممكن تظهر بعض الأعطال أو الخلافات العائلية ولكن إجمالا أنت رح تتجاوزها في منك عاطفيا رح يعني هيك تتقلب عليه المواجع لذكرة أو لأحد الأشخاص من العائلة إما غادر العائلة أو فارق الحياة أو إنه مش موجود أو هو بغربة هذول أكثر ناس رح يتأثروا خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي والبيت السادس على مستوى العمل زي ما ذكرناهم في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفي تقريبا نقدر نحكي روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ما بين التعامل ما بين الأزواج إلا ممكن في ساعات المساء شوي غيط خلاف هيك يعني ممكن أنه يقصي ردة فعل سلبية بين المتزوجين أما بالنسبة للبيت الثامن فشايف الأمور تقريبا على المستوى للأموال المشتركة فيها نوع من أنواع الضغط وهذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباك إما مصاريف الزيادة أو ترتيبات مالية أو بعض الإجتهادات لجدولة الأمور أو ترتيبها ماليا أهم مش نكون تقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت التاسع فشايف الأجواء الروتينية ولكن أنه تقريبا في ساعات ما بعض الظهر ممكن حدية أو عصبية من اتصال من خارج البلاد أو خبر من خارج البلاد ممكن يزعجك فعشان هيك يحاول أنك ما تعصب وما تنرفز كثير يعني الجنة يعني أضبط عصابك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور على مستوى بيت السمعة جيد جدا تقدر تدافع عن سمعتك اليوم وتفرض حالك وفي منك اللي على رأس عملهم ممكن يصير فيه تعامل ما بينهم بين زملاء بالعمل أو رؤساهم بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغط فممكن تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينكو بين أصدق صديق أو زميل يطلب منكو مساعدة تساعدوهم بدوركو أو العكس أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد فممكن تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكو راح يهتم بمسائل صحية إلو أو لأحد الأحبة برج الحوت طبعا القمر موجود في البيت الرابع بيت البيت عشان هيكي شوي الأجواء البيتية كانت ضغطة في الفترة الماضية أو قلق عائلي أو التزامات منزلية أو أشياء من هذا القبيل كانت كثيرة الآن الأجواء من بعد منتصف الليل بنتقل القمر للبيت الخامس بتشتد رغبتكم للتقرب من أحبائكم ومتعزيز العلاقة معهم لا تسمح لأحد بأنه يغشك أو يستفزك بتحمل هاي الفترة انفراج بسيط نوع من أنواع التعاطف عشان هيك ما تقف مكتوف الأيدي حاول أنك تتحرك وتكسب الإيجابية اللي موجودة خلال هذه الفترة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا يعني بتنشحن اليوم بطاقة إيجابية أعلى نفسيتك أحسن رغم أنك أنت متوتر وفي عندك إشي مقلقك ولكن إجمالا أن الأجواء يعني شوي بتبلش أنها ترتاح خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور المالية هي اللي رح ترهقك خلال هذا اليوم التزامات أو دفعات أو مصريف أو أمور إلها علاقة بترتيبات مالية قادمة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى النقاشات والتنقلات والاتصالات إلا أنه في بعض الأوقات إلك ردات فعل سلبية أو عصبية هيك بتيجيك من وقت لآخر حاول أنك ما تنفع وما تعصب ماشي الأمور بتمشي يعني ما في ذاعي لأي حدية أو عصبية كل الأمور بالهدوء بالروية بتمشي أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت والبيت الخامس فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس يعني الأمور على مستوى العمل ومستوى الصحة ما زال فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك يعني ممكن يتراكم عند البعض وخصوصاً لعلى رأس عملهم يتراكم عليهم بعض الأعمال أو الالتزامات العملية أو أعمال بتكون زيادة على اللزوم خلال هاي الفترة أما بالنسبة للوضع الصحي فما زال شوي يعني مقلق فعشان هيك من تقلبات توتر أشياء زي هيك أو حسن يعني ما تخلي الوسواس يسيطر عليك كثير يعني الأمور بتمشي إن شاء الله أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراكة المالية والعاطفية الأجواء تقريباً فيها برضو نوع من أنواع الحدية وهي بتشكل لك نوع من أنواع يعني العصبية أثناء التعامل مع الشريك أو الشريك نفسه اللي بيختلق المشاكل خلال هذا اليوم حاول قدر الإمكان أنك تضبط عصابك ما في داعي للتهور أو للانفعال أثناء تعامل الأزواج مع بعض أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور روتينية فتنجز أمورك المالية بشكل روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتك بتتعامل على الوضع المالي المشترك أما بالنسبة للبيت التاسع برضو فيه يعني خبر من بره ممكن هيك من خارج البلاد يزعجك وممكن تنجز بعض الأعمال بشكل جيد جداً الأشخاص اللي عندهم حياتهم فيها دوام ما فيش عندهم عطل مثلنا إذا كان عندهم امتحانات أو مقابلات خلال هذا اليوم بدهم ينتبهوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحظ بشكل كبير أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور جيدة بتدعمك على مستوى بيت السمعة وهي بتعملك نوع من أنواع التقارب الرائع ما بين الزملاء ما بينك وبين زملائك أو رأسائك بالعمل أو إشي اجتماعي هيك بتتحرك بشكل قوي جداً خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايف الأمور ما زالت متقلبة ما بينك وبين الأصدقاء فعشان هيك الأجواء مش كثير قوية يعني ما زالت الأمور بتميز أصدقاء عن أصدقاء فيه أصدقاء أنت م plastik شايلهم من حساباتك أو مهمشهم بالفترة هي وأصدقاء أنت مهتم فيهم بشكل قوي أكثر من غيرهم فيه أشخاص أنت متحسس من تصرفاتهم يعني أمور هاي طبيعية جداً فيه منك رح يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يكون فيه عنده لقاء خلال هذا اليوم يعني اجتماعي يكون جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو يعني جيد ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكو رح يهتم ببعض الأعمال وفي منكو رح يراقب غذاءه بشكل جيد الأكل الكثير رح تفتح شهيته يلتهم الطعام تكون ديروا بالكو عشان ما تنصحوش البداني ديروا بالكو وصوصا للأشخاص اللي بيحافظوا على كسمهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء